ازيكو يا حبايبي عمليا ايو النهاردة مكملين مع بعض احداث مسلسل برغم القانون الحلقة 28 شيرين كانت اعلمها اقرم ومرة واحدة بيخبط وليدي الباب بيقولها افتحيها شيرين انا عارف انك ما موجودة استخب اقرم وفتحت الباب وقارك له نعم قال لها مش كنت برضو تبركي لي ان خرقت منها يعني من القضية ولا مشيتي على طول من غير حتى ما تقولي لي حاجة ولا بتشهادي ان انا فعلا ان عملتها قالت له اخر جبارة وقال لها حتى صلك بالبوليس انتو عايزين اي مني قالت له عايزين نعرف مكان اقرم قالت ما عرفش طبعا قالوها لا تعرفي انتو الاثنين مع بعض واحنا عارفين الموضوع ده كويس جدا هتعرفين مكان اقرم ولا نوديك في داهية ونقول للبوليس انك انت شهاد تزور خفت ساعتها وقالت لوليد ان هي بتعتزله وانه مساعد نسبها وهي متعزبة ساعتها قال لها ما بقولش من الكلام ده هتلنا اقرم مش وليد وليلة اقرم نزل من فوق وقال لها لازم نستخبه في مكان لانهم عارفوا مكانه وكده حيبلغوا عنا البوليس زينة بتروح علشان تقابل حازم وتاخد منه البودرة وبعد كده بيقول لها مش عايزة عرفك بعد كده مش ممكن ابدا نتقابل باباكي يعني جاه وهدد بابايا وعمل مشكلة كبيرة كانت بتدايق جدا من التصرفات باباها معطلت رسالة وقالت لها انها تخانق مع مامتها ومع مريد وانها عايزة تكون معي وبالفعل اخدتها عنده ونشوف ايه اللي هي ناوية تعمله ضد باباها بينما الساوسن كانت قاعدة بتتخانق مع تهاني ومع ام محمود تقول لهم انتوا اصلا جايين هنا ليه بتعزقهم وقالت لها ام محمود ممكن تقوم اصلا تجيبها من شهرها مرة واحدة بيجي محمود من برة هو ثائر جدا وعصبي وبيقول لها ايه اللي انت عماتي ده بقى تبيعي المصنع وتمضينا علي البيع وتديلي طليقك انا عايز المصنع بتاعي يرجع لي بقى انت تعمل فيها كده صوته كان عالي كانش طهي ابدا تخانق معاها وزعق لها قررت له انتوا اصلا هتخرجوا من هنا انا هتردتكوا كلكم من البيت قال لها انت يخرجي برة قالت له ماشي انا مش هسكت رمع على طول برة وراه علشان خاطر يدور على الاوراق والحاجات اللي هي مخبيةها وبالفعل لها الشنطة بتاعتها فيها اوراق وفيها كمان فلاشات انا اتوقع انه ممكن نلاقي بعد كده الفيديو بتاع ليلى لما كانت نتجاوز اكرم اعتقد يعني ممكن نلاقي في فلاشاتي محمود بنشام حاجة من الاوراق فاختها على طول علشان يعرضها على ليلى اكرم خلاص مفروض ان هو هيهرب ومعاه المحامي وبنته زينة وكمان شيرين لكن بيجي اتصال للمحامي شعبان بيقول له ان هو ممنوع من السفر اكرم يعني ومش هينفع يروح المطار فقرر الشعبان ياخدهم في مكان لكن عايز يرجع زينة عند امها قالت انها هتروح مع باباهم ومش عايز تروح مع حد فقالوا تمام اخدها شعبان على المكان ده اخدهم كلهم يعني وداهم على مكان شعبي هيعودوا في فترة لحد ما يشوفوا ايه يعني الشرطة بتدور عليهم لحد ما الدين ياتهدى شوية محمود بعد كده راح لليلة بيقول له انجديني مش عارف اعمل ايه سرقت كل حاجة المصنع والبيت وكل حاجة مش عارف اعمل ايه قالت له سيب الاوراق دي وانه هشوفها وحقول لك اللي فيها قالت ان هو مش قادر حتى يسيب الاوراق دي شوية لانه عايز يعرف بالزبط ايه اللي ممكن يحصل لانها خايفة ساوسا تكتب المصنع والفيلا لحد التالت خلص ما يعرفوش تيبقى مصيبة قالت له لازم تسيبهم لي عشان اقدر اعرف فيهم ايه بالزبط وافيدك ومش هستخدم اي حاجة طبعا ضدك يعني متلقش قال لها ليه بالناس بتعمل فيها كده انا تعبن كتير في حياتي انا كويس المفروض ليه كده قالت له عشان انت عملت فيها كتير بس انا سامحتك لاني عارف انا فعلا طيب من جواك ومجدش قصد انك انت تأزيني اسنان ما هو قاعد معاها بيجي اتصال من مامته بتقوله تعالى بسرعة الحقني احنا ترمينا برا راح على طول على البيت وشافه مرمين على الارض وهو والهدوم خبط عليها وقال لها افتحيلي قالت ان هي جبت بلطجية طبعا وطردتهم برا وان هي مش هتخلي ابدا ان يدخل علي هنا هزقيته وقالت لها ان هي مش هتفتحه للباب وان دي بيتها اصلا وهو قبل كده كانت بلاها البيت طالقها بيسألها عن البيب ريب بطنها قالت ان هي اكيد لما يكون في اي فرصة هتسقطه وكمان قال لها الشيكاتك والحاجات ان انت واخدها عليها والاوراق قالت له مش وقت ان دروتي احنا دروتي في مركب واحدة رحت عشان خاطر تدور علي الاوراق والحاجات المهمة اللي هي بتشيلها في الشنطة ومن اقيتش اصرا الشنطة الشنطة طبعا اخدها محمود زينة بتبعت رسالة الوليدي بتقول له علي اللوكيشا من اللي موجودين فيه وان الاقرى موجود هنا وهات البوليس و تعالى بابها استماعها وقال لها بتكلمي مين اكيد طبعا بتكلمي حازم عشان خاطر المخدرات ورين بتبعتي ايه وبالفعل اول ما اخدت التليفون تشافها بتبعت الوليدي لسالة صوتية بتقول له هاي يجي ويجي بالشرطة وساعتها كان مصدوم منها وقال لها انا بتعمل فيها كده قالت له ايو اعمل كده واكتر من كده انا بكرهة مش بيحبك ابدا صوتهم كان علي جدا جيه شعبان في ايه قالوا له على الموضوع قال لازم نستخبه في مكان تاني محمود واخد مراته وامه وماشي ومتدايق وامه بتقول ما تدايقش نفسك اللي حصل حصل اهم حاجة صحتك انت تقدر تعمل اكتر من كده كان متدايق طبعا لانه سوسا اخدت كل حاجة ليه اخدت كل اللي يملكه مصنع والفيلا وكل حاجة وريد قاعد بيصبر بريهان اللي كانت خايفة على بنتها راحه المكان مليئيش حد لان اكيد طبعا بابا هيكون حاس ان هي شغالة لصالحهم خايفة جدا على بنتها وبتحاول ليلة تهديها وتقول لها انا اولادي برضو خطفهم بس كانوا صغيرين ما تريش من حاجة بنتك كبيرة بعد كده قال ان هو لازم يعمل اي حاجة عشان خاطر يطلع اللي اسمه اكرم ده من جحره عن طريق ان هم يعملوا اي اشاعة يقولوا اي حاجة تخرجوا والاشاعة اللي عايز يعملها موليد ان هو وليلة حيتجوزه فاكرم يستفز ويخرج من المكان اللي هو فيه وطبعا اللي كانت مفصولة كده في نفسها والمفروض برهان حتى ساعتهم وهي اللي حضرت شهر الخبر فاتن كانت في البيت وحد بيخبط عليها بتفتحه وبتلاقي واحدة بتقولها انا فوزية قالت لها حضرتك مين يعني قالت لها انا ام ياسر ساعتها كانت مستغربة جدا وشافت الصورة اللي جوه فعلا النفس الست لكن مفروض ان ام ياسر ماتت يعني فطبعا كانت مصدومة جدا اكرم بعد كده بيروح لبنته وبيديها دواء بيقولها ان الدواء ده عشان قاطر يعني يخفف شوية من اعراض الانسحاب بتاعة المخدرات اللي في جسمها وطبعا كانش طياء ابدا وبيقولها بقى تعمل فيها كده قالت لها انا بكره ومش عايزة اكون معاك انت زلمتني كتير انا وماما سميتوا بعد كده مشيت وبييجي شعبان وبيقول لنا عايزة وارك حاجة يا اكرم بيه بس امسك اعصابك ورا لوق الفيديو بتاع بريهان بريهان طلع لايف كالعادة وتتكلم عن وليدي وتقول ان اخويا عاش كتير ايام صعبة حتى حبه الي كان فاكر فعلا ان هي بتحب وطلعت واحدة مش كويسة لكن اخيرا لقى الحب المناسب ليه ليلة بيحبها وحيجوزوا الاسبوع الجاي كانت بتقولي الكلام ده عشان يوصل لأكرم وبالفعل وصلوا ويسمعوا كل حاجة وعرفوا ان وليد وليلة حيتجوزوا لكن شعبان كان اسجم من كده بكتير وقال لأكرم اكيد هما بيعملوا كده عشان يخرجوك من المكان اللي انت فيه يعني ممكن الموضوع يكون ايفا بركة يعني ساعتها اكرم قال وصلت الرسالة وخلاص عرفت كل حاجة بييجي بعد كده وملاقي نبيل اللي كان موجود مع ابنه مالك بيلعبه مع بعض وبتيجي طلقته وبتقوله ان يا هتتجوز الاسبوع الجاي وان المفروض بعد كده لو عايز يقابل ابنه ينصق مع عمامتها لكن ساعتها قال مش هيحصل انا عايز ابني يكون معايا وساعتها قالت له يعني ايه الحضانة عند ماما وده قانون طبعا كي بتتكلم معاه بمتاع التجليح وبيجي لها اتصاله وبطره علشان ترد عليه وفي نفس الوقت بيفكر نبيل جديا ان ان هو يخطف ابنه مالك ويمشي قاله ان فينا ططة تانية بعيد وتعال بسرعة عشان اوديك ليها اخده بالفعل وهرب على طول ياسر موجود في المقابر بيوزع رحمة ونورة على امه وبيقول للناس ادعو لها لكن مرة واحدة بيلاقيها قدامه وبتقول له ازايك يا ياسر يا ابني ساعتها بتكون ستبوته قوية جدا وبتخلص الحلقة على كده يترى ايه ممكن يعمله ياسر بعد ما يكتشف ان امه لسه عيشة وفاجأت قوية جدا وفاضل خلاص حلقتين وينتهي المسلسل اكتبوه لتوقعات كل نهاية مسلسل برغم القانون اتمنى الفيديو كنت لاعجبكو اشتركو في القناة وفعلو كمان زر الجرس سالشانيو سالكو كلي قديد حيبا